في أجواء شتوية دافئة أطل بدر السوداني هذه المرة على ساحل البحر الأحمر ينثر التواصل مع مفتركيه عبر رعاية لمهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق في نسخة الثامنة في الفترة من الخامس والعشرين من ديسمبر وحتى الثامن من يناير 2015 حضور كثيف ازدحمت به المواقع التي وقيمت فيها فعاليات المهرجانات خاصة استاد بور سودان الدولي الذي شهد ليلة غنائية كبرى شارك فيها نخبة من المطربين اللجنة الفنية العليا لشراف على فعاليات مهرجان البحر الأحمر للتسوق والسياحة في نسخة الثامنة ثمنت رعاية السوداني للمهرجان هذا العام وعدته بأنه يصب في خالة تشجيع كل قطاعات المجتمع للإسهام في ترقية النشاط السياحي بالبلاد حقيقة نحن نرحب بسوداني في مهرجان السياحة الثامن ويمكن أنا من أوائل الناس التي اكتهت معاهم عدة مرات بحيث أن سوداني تكون موجودة معانا في مهرجان البحر الأحمر خاصة وأن مهرجان البحر الأحمر بحمد الله الآن يعني تجاوز المحلية والإقليمية وصل العالمية بحمد الله رعاية السوداني لفعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والتسوق في نسخة الثامنة تأتي بعد أيام قليلة من رعاية السوداني لمهرجان البركة الأول للسياحة والتسوق وهو تأكيد على أن السوداني مفتح على كل الفعاليات حيث ما كان نداء الوطن لكل ما من شأنه الرقي بالبلاد واقتصادها السوداني التي تقدم اليوم إلى ولاية البحر الأحمر لتتواصل مع مشتركيها ومع مواطنيها كعادتها في دعم الحراك الثقافي في كل أنحاء السودان فمثل ما كانت بالأمس في مهرجان البركل هي اليوم في مهرجان البحر الأحمر للسياحة وتسوق رعاية السوداني المهرجان اجتملت على فعاليات مختلفة بدأت بالليلة الغنائية الكبرى بإستاذ بورسودان الدولي ثم اليوم الترفيه المفتوح بكورنيشن بحر الأحمر بمدينة بورسودان والذي اجتمل على فقرات متعددة ومسابقات وجوائز قيمة للعرسان الذين قدموا للولاية وشاركوا في اليوم المفتوح حقيقة تفاعل أهل بورسودان مع هذا المهرجان ومع الفقرات التي تقدمها سوداني والأمسيات التي تنظمها بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة المهرجان تفاعلا جميلا ورايعا يعكس مدى الوعي الثقافي والفكري لأهل هذه المدينة والزوارة والسياحية ونحن سعيدين جدا بنجاح هذه الأمسيات كل الذين شاركوا في المهرجان أشهدوا برعاية السودان المميزة لفعاليات المهرجان هذا العام واعتبروها إضافة حقيقية لمسيرة نجاح المهرجان خلال الأعوام القادمة اشتركوا في القناة